تهمتان تلاحق الكاكائيين الأولى بسبب كونهم أكراداً والثانية هي أنها ديانة يعتبرها الكثير من المتشددين دين كفر إضافة إلى الدور الإيراني الكبير في تشجيع الميليشيات الموالية لها للتصدي إلى الكاكائيين خوفاً من امتدادهم في إيران يمكن القول أنه حتى 2006 كان هناك استقرار أمني وبدأت بعد ذلك الانفجارات وبدأ النشاط القاعدة والبعثيين القدماء وبدأت معها عمليات القتل والاختيال والتفجيرات والاختطاف والتهديدات وكان الاختطاف يستهدف الأغنياء وبالذات الكاكائيون منهم لذلك لم تعود الحركة متاحة للعمل وبدأ الخوف والرعب يدب بين العوائل ولأن المنطقة تشمل أكثرية كردية والذين تعرضوا للظلم والاضطهاد وتم الاستلاع على أراضيهم زمن النظام السابق لذلك نشأ نوع من العداء بين المكونات في المنطقة نحن الكاكائيون خذلتنا الجغرافيا لأن معظم المناطق التي يوجد فيها الكاكائيون محاطة بناس أميين لا يجدون القراءة والكتابة هذه مناطق لا توجد فيها جامعات أو مول كبير ومن يحكم هذه المناطق إما القائم مقام أو مدير الناحية وإذا كان مدير الناحية طائفيا ماذا تفعل؟ فمثلا المحاكم في هذه المناطق تستمع إلى من يملك القوة والصوت الأعلى لأننا أكراد وهذه المجموعات تنظر من الناحية القومية وفي الأكراد نحن الكاكائيين الحلقة الأضعف ولذلك يمكن استهدافنا بسهولة ونحن نعرف أن جيراننا ومن حولنا يعرفون أننا غير مسلمين لذلك المجموعات الإرهابية بدأت تستهدف الحلقة الأضعف من الأكراد وهم نحن الكاكائيون تتعرض بيوت الكاكائيين للهجمات وتتم سرقتها وتحرق بستينهم ويقتل أطفالهم في المناطق الواقعة جنوب مدينة كاركوك لا الحشد الشعبي ولا الحكومة الكردية ولا حكومة بغداد يتجاوبون معنا أبدا نحن في هذا الوقت مسلوبة حقوقنا كأكراد ولكوننا كاكائيين حتى السادس عشر من أكتوبر كان الأكراد يفرضون سيطرتهم على الأوضاع وكانوا يدورون دوائر الدولة في كاركوك وفي معظم المناطق المتنازع عليها ولكن بعد السادس عشر من أكتوبر وسيطرت الحكومة العراقية عليها وقدوم الميليشيات المنفلتة وغير الخاضع للقانون إلى هذه المناطق أصبح الأكراد هدفا لهم الحق الأول لنا الآن هو الاعتراف الدستوري بوجودنا وأن يأتي هذا الاعتراف من الأعلى من حكومة بغداد وأن يكون الكاكائيون من ضمن القائمة التي تشمل كل المكونات والأديان ويحق لنا العيش هنا في كردستان تتعاقب الحكومات وتختلف سياساتها تجاه الطوائف الدينية المختلفة التي تتميز بها المنطقة ليبقى الكاكائيون يواجهون مصيرا مجهولا وتظل ثقافتهم وتقاليدهم الضاربة في التاريخ تواجه تحديات وتهديدات قد تساهم في تلاشيها كليا ترجمة نانسي قنقر